بداية بكل تأكيد الأنظار اليوم على بيانات التضخم الأمريكية وكيف ستكون انعكاساتها على تحركات وأيضا قرارات الفيدرالي الأمريكي وأيضا على الأسواق الأمريكية في جلستها لهذا اليوم أهلا بك سهلي وأهلا رولا نعم نشهد الآن تقالبات في أسواق الأسهم لكنها تزال متفائلة بأن تضخم أو بيانات التضخم ستأتي بالفعل بانخفاض إلى 6.5% مقابل 7.1% التي شهدناها العام الماضي ويبدو أن الأسواق تسعر الارتفاعات بنسبة 25 نقطة أساس فقط ولكن هناك تباين من قبل الفيد أوفيشل ممبرز الذي ما زال يدعمون التجديد في السياسة النقدية ولكن الأسواق الأسهمة الآن تنتظر بيانات التضخم التي ما توقع أن تنخفض ونشهد انقفاض في هذه البيانات وأيضا شهدنا أن بيانات أخرى مثل سوق العمل بدأت في الانقفاض أيضا فلذلك ندعم أو نشهد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض من وطيرة سياسة النقدية بسبب التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي هي محور الأساسي لتشديد السياسة النقدية نعم نادية بعكس اتجاه التضخم في عدد من الدول التي بدأت بالفعل باتخاذ أداة رفع أسعار الفائدة لمحاربته نجد التضخم في استرائيل يسجل معاوض الارتفاع في القراءة الشهرية فهل تعني هذه القراءة إمكانية ارتفاع الضغوط التضخمية والتحول في السياسة النقدية؟ نعم رولا شهدنا ارتفاعات في شهر نوفمبر لأسعار التضخم في أستراليا مقابل الـ 6.9% التي شهدناها في أكتوبر وذلك مدعوما بأسعار الوقود للطائرات يبدو أن نعرف أن الـ commodities are correlated مع أستراليا مع دول مثل أستراليا وكندا لذلك عندما شهدنا ارتفاعات في أسعار النفط شهدنا ارتفاعات مزدوجة في أسعار التضخم في أستراليا ولكن عندنا أيضا مبيعات التجزئة التي جاءت باستفاع عند 1.4% مقابل 0.4% في العام الماضي وذلك سيكون أيضا محور أساسي في تجديد البنك الأسترالي لأسعار الفائدة كان في ثلاثة خيارات في الاجتماع الماضي الذي كان يتوفق من رفع 0.25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس أو لم يرفعون سعر الفائدة ولكنهم رفعوا سعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس ولذلك نتوقع أيضا 25 نقطة أساس ولكن سيكون في مرونة أكثر من قبل البنك الأسترالي لأننا نشهد لسه بيانات قوية من أستراليا ونشهد أيضا أن أسعار النفط نوعا ما تحدد في أسعار التضخم إلا ذلك سيكون أفعار التضخم من أستراليا سيكون جدا بيانات مهمة للتغيير الذي سنشهده في الاجتماع المقبل نعم نادية بالانتقال للمنطقة الأوروبية شاهدنا خلال الفترة الماضية أيضا تباطؤ في معدلات التضخم في المنطقة برأيك إلى أي مدى أيضا إنعكاسات هذه البيانات وأيضا بعض التوقعات التي تشير إلى أن الركود سيكون معتدل في منطقة اليورو وفق بعض التحليلات أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر وانعكاساتها أيضا على تحركات اليورو اللي عم يسجل أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار نعم اليورو بالتحديد مدعوما من خفضات الدولار ولذلك سيكون المحور الرئيسي في الأسواق العالمية هو تخفيض وطيرة أسعار الفائدة من قبل المركز لذلك سنشهد هذا ينعكس على أسعار اليورو بالتحديد ونشهد اليورو الآن في ارتفاعات ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعات أيضا خلال في هذه السنة 2023 ولذلك مدعوما من الضغوطات على الدولار وأيضا بسبب أزمة الطاقة التي نشهد تدخلات من ألمانيا ودول أوروبا الأخرى الذين يساهمون في تعديل هذه أسعار الطاقة ولذلك نشهد هذا ينعكس جدا على اليورو ولذلك نشهده في ارتفاعات ومن الممكن أن نشهد ارتفاعات أكثر إلى مدى الـ 1.10 والـ 1.15 شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محلط الأسواق في إكويتي جروب شكرا لله شكرا شكرا للمشاهدة